حتى في زمن كورونا لم تفلح جهود المنظمات الأممية والمحلية في إقناع ميليشيا الحوثي بالإفراج عن المختطفين والمعتقلين في سجونها رغم أن ظروف احتجازهم أدت إلى وفاة العديد منهم طلاب وصحفيون اختطفوا من مقار أعمالهم بسبب آرائهم ومعتقداتهم السياسية وأبات اليوم مهددين بالموت في زنازينهم بسبب عدم اكتراث الميليشيا بما قد يصيبهم جراء انتشار الفيروس لم تتوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المختطفين في رفض إطلاقهم بل تجاوزت ذلك إلى إصدار أحكام بالإعدام على أكثر من 47 مختطفا في ظروف محاكمة غير عادلة وخارج إطار القانون كان آخرها الحكم بإعدام أربعة صحفيين قبل أيام رابطة أمهات المختطفين قالت في بيان لها إن 1649 مختطفا ما يزالون في سجون الميليشيا بعد أن فشلت كل الاتفاقات السابقة بما فيها اتفاق السويد وعمان في إطلاق سراحهم الرابطة أشارت إلى أنها وفي ظل قلق الأمهات الشديد من انتشار فيروس كورونا فإنها تدعو كافة المنظمات الدولية للضغط على جماعة الحوثي والتشكيلات العسكرية والأمنية في عدن والحكومة الشرعية من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين والمختطفات دون قيد أو شرط دعوات طالبت أيضا مجلس الأمن بالتعامل الحازم مع مرتكبي الاختطاف والإخفاء والتعذيب ومحاسبتهم على جرائمهم المتواصلة بحق المعتقلين